إلى صنعاء وصل ثالث رئيس لبعثة المراقبين الأمميين في الحديدة جنرال جديد لمهمة قديمة وشاقة تعثر في سبيلها جنرالات سابقون وغادروها دون اختراق أو حتى تقدم في مسارها لعل توالي المبعثين الدوليين بخصوص الحديدة دليل واضح على تعقيدات الملف وتصلب الحوثيين في تنفيذ ما اتفق عليه في ظل حرص الأمم المتحدة على تحقيق حل يرضي الجميع وعلى طريق سابقه كاميرت ولوليسغارد يبدأ الجنرال الهندي أبهيغوها مهمته الشاقة وكله أمل بأن يحقق ما لم يحققه رفاقه الأولين وأيا تكون آمال الرجل فإن المضي بذات الآلية الأممية المتبعة في الحديدة لن تفضي إلى أكثر مما أفضت إليه منذ سنوات عجاف فالحوثيون لا يريدون إفلات المدينة التي تستقبل 70% من الواردات التجارية والمساعدات ولا يمكنهم القبول بحل يتجاوز وجودهم في المواني الثلاثة يريدون فقط شرعنة خطتهم التي نفذوها في وقت سابق باعتبارها جزءا من عملية إعادة الانتشار أما الحكومة الشرعية فترى في محاولات ميليشيا الحوثي مسرحية وقفزا على الاتفاقات كما لا تجد أملا في مهمة المبعوثين الأمميين إذ تشدد في كل مرة على تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقا لاتفاق ستوك هولم وتسمية قوات الأمن المكلفة بحماية الموانئ بدلا عن الميليشيات يقول وزير الخارجية محمد الحضرمي إن الحكومة الشرعية لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل الاتفاقات اللاحقة وهو تصريح أكدت عليه الحكومة في أكثر من مناسبة ولقاء مع المسؤولين الدوليين كان آخرها في لقاء الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار مع الرئيس الجديد للبعثة الأممية وبالعودة إلى مسار الأزمة خلال ست جولات من اللقاءات التي حدثت بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي تحت إشراف اللجنة الأممية لم يتم التوصل إلى حل بتاتا باستثناء الهدنة الهشة التي رافقتها آلاف الخروقات منذ سريانها في الثامن عشر من ديسمبر العام الماضي في هذا الملف يرى مراقبون أن مهمة رئيس لجنة إعادة الانتشار لن تكون سهلة خصوصا في ظل تعنت جميع الأطراف وعدم استعدادها لتقديم تنازلات وهو الأمر الذي لا يصعب من مهمة المبعوث الأمم فقط بل ويهدد بانهيار الاتفاق برمته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر